موسيقى يعود المتظاهرون هنا وسط مدينة رمالة تزامنا مع تظاهرة في غزة وبيروت وعمان موسيقى دماء نزار بنات هي دين في أعناق أحرار العالم هي رسالة هذا الحجد بعد مضي أربعين يوما على مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة الأمن الفلسطينية في الخليل هذه جريمة أولا تسكت بالتكادم هذه جريمة سياسية بامتياز مرور كل هذا الوقت دون أن تخذ السلطة خطوة جدية حقية واحدة لبناء ثقة مع الرأي العام لمحاسبة الكاتلة لاستخلاص العبر هذا يؤكد أن هناك نوع من التواطئ وأن النظام السياسي برمته يغض النظر عن هذه الجريمة هذا خطير جدا للأسف الذي حصل هو أن السلطة تصم أذنها عن الاعتراف بالحقيقة كان ينبغي أن تقدم على الاعتراف الذي قدم اليوم منزوءا أن تقدم عليه منذ اليوم الأول التي تقول نحن المسؤولون عن قتل نزار بنات نحن نتحمل كامل المسؤولية أمام شعبنا أمام أهل نزار بنات وأمام كل وسائل الإعلام المحلية وكل الحقوقيين وعلى مستوى العالم عليها كان أن تعترب بهذه المسؤولية منذ اليوم الأول أول مطلب هو العدالة لنزار أي محاسبة كل الناس الذين ارتكبوا الجريمة بغض النظر عن المستوى السياسي مطلب الثاني بدنا حريات بدنا الناس تنزل هنا وهي مؤمنة أنه لا يوجد حدا يتعرض لها الحراكات والفعاليات الشعبية في التظاهرة طالبت بالعدالة لنزار واستمرار الاحتجاجات وإجراء الانتخابات العامة وإعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة بعيدا عن التفرد في السلطة كل معلومات التي لدينا حول ملف القضية إلى الاستخبارات العسكرية ويستم في منتصف شهر آب البدء المحاكمة وقد علمنا أنها ستكون علنية لذلك اليوم كانت الرسالة واضحة مرة أخرى بالعدالة لنزار من خلال عدم الإفلات من العقاب لكل من ساهم في عملية الإغتيال سواء أعطى الأوامر أو عذب وقتل أو تستر وساهم في خطاب الكراهية نحن نطالب بشكل واضح بضرورة أن تكون هناك لجنة وطنية وشعبية التحقيق باعتبار أن لجنة التحقيق الحكومية لا يتم الثقة بها باعتبار أن الحكومة جزء من الاجتباه وبالتالي المفروض يكون في شيء وطني وشعبي لجنة التحقيق تُعطى كامل الصلاحيات حتى يعني تعليم عن الحلقة الكاملة إدانات شعبية واسعة في الشارع الفلسطيني رافقت عملية مقتل الناقد السياسي نزار بنات ما دفع الحكومة فلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وأوقفت حينها أربعة عشر عسكريا للتحقيق معهم لكن كل تلك الإجراءات لم تمتص الغضب في أوساط المواطنين نستمر في فعالياتنا ووقفاتنا حتى تحقيق العدالي للنزار ومحاسبة القتلي وتقديمهم لمحاكمة عادلة كافة أحرار شعبنا الفلسطيني يطالبون بالمحاكمة العادلة والقصاص العادلة للقتلة لأن قتل نزار نبات نزار بنات عفوا قد مس صميم قيم وأخلاق الشعب الفلسطيني وتعرض لحريته المكفولة بالشرق والقانون من قتل نزار معروف من آباه نزار نزار لم يحمل سلاح حلم للكاملة الحق حمل هم الشعب الفلسطيني حمل كل قضايا الشعب الفلسطيني قبل أربعين يوما دهمت قوة أمنية فلسطينية منزلا لأحد أقرباء نزار بنات وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة وقبل ذلك تلقى نزار رسائل تهديد كثيرة بعد ذلك شكل مقتل بنات صدمة كبيرة في أوساط الشارع الفلسطيني ولدى المؤسسات الحقوقية والدولية أربعون يوما مضى على مقتل ناشط السياسي نزار بنات وما زال الغضب يسود في الشارع الفلسطيني المشاركون هنا في هذه التظاهرة يطالبون بتحقيق عاجل وفوري بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق ولمحاسبة المتورطين في مقتل بنات للتلفزيون الوطن بدر أبو نجان ترجمة نانسي قنقر